نقول إن الناس إيه؟ ما عادش في قلبها رحمة؟ فين رحمة الله في قلب الناس دي؟ تم ما فيش واحد يتحنن عليه؟ تم ما فيش واحد ينزله؟ ربما البعض يتأفف منه أو يتأفف من مرضه أو من تعبه أو يعني شايفينه كده كأنه كمن مهمل؟ في الخطوة رقم خمسة تمتد يد الشفاء والله يشفي يقول لنا في الكتاب هنا قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئة الإنسان وحمل سريره ومشى ديف يحنى خمسة آية ثمانية وتسعة واخد بالك من الكلمات الحاسمة قم احمل سريرك الفرشة بتاعته يعني اللي كان ما تروح فيها على الأرض من السرير يعني زي السرير اللي في زهننا وامشي يعني مش يقوموا بس ده يقوم ويشين ويمشي فحالا برئة الإنسان وحمل سريره ومشى في سفر نحوم في صح واحد واثنين أيتين يماثلوا المعنى يقول كده في الصح واحد عدد تلاتاشر والآن أكثر أكثروا نيره عنكي وأقطع روبوتك يعني المملكة مملكة أشور اللي كانت بتحكم إسرائيل وتنتصر عليه وتهزمه وتسبب له ألامات شديدة يقول كده الآن أكثروا نيره عنكي وأقطع روبوتك الروبوت اللي هو الزل والهوان اللي انت فيه وفي نحوم اتنين عدد واحد يقول شدد الحقوين مكن القوة جدا عايزك تاخد بالك أن الرجل العيان ده كان مربوط في السرير مربوط بالمرض طبعا مش بخيوط يعني أو حبال بينه لكن مربوط وصار مقعدا تحركش لكن يجيده الفعل فعل القيامة قم ويبتدي خيوط ربطه بالمرض بكلمة المسيح تنقطع عمل بالضبط زي الكلمة الأولى اللي بنقولها في التسبحة ساعة من ابتديها قوموا ياباني النور لنسبح رب القوات قوموا ياباني النور اوعد سيب نفسك للكسر او اوعد سيب نفسك للمرض الرجل ده يبتدي يقوم خطوة تانية يحمل السرير والخطوة التالتة يمشي على انه وده يبقى انه عادت له الصحة كاملة تعالف الواحد ده ما بتبن في ربنا يحفظكم في حالة المرض يبتدي الصحة تيه كده بشوية يقولك فترة النقاها خطوة بخطوة وبعد شوية يقولك طب امشي جنب السرير طب امشي لغاية الحمام طب شوية بشوية يبتدي يستعيد صحته يقولك طب خلاص انت بعد اسبوعها تبقى زي الفل بعد كمان عشرة يام تنزل لشغلك كل دي خطوات طبيعية بنشوفها كل يوم لكن في حال شفاء هذا المريض يقوله الاول قم الفعل الاول وبعدك تاني احمل سريرك والتالت امشي تعبير عن الصحة الكاملة يقولينا في سفر نحوم شدد الحقوين